الرضاعة باستخدام الكوب إذا كان الطفل الصغير الحجم قادراً على البلع، لكنه لا يرضع من فدي أمه بما يكفي، علم الأم كيفية إرضاع طفلها باستخدام الكوب يعرض هذا الفيديو كيفية إرضاع الطفل بشكل آمن باستخدام الكوب وكذلك باستخدام الملعقة أو أكواب الرضاعة الأخرى كالبلداي والنفتي الرضاعة باستخدام الكوب تتطلب الممارسة والصبر، إلا أنها طريقة فعالة وآمنة في حال معرفة كيفيتها عندما يستيقظ الطفل الصغير الحجم للرضاعة كل ساعتين إلى أربع ساعات، حاول إرضاعه بالكوب ويعتبر الطفل جاهزاً لذلك عندما يبلع الحليب دون أن يسعل أو يختنق أو أن يزرق ساعد الأم في التعرف على علامات استعداده للرضاعة تكون عينه مفتوحتان وينظر حوله ويحرك فمه ولسانه أرضع الطفل عندما يظهر علامات الجوع علم الأم كيفية الإرضاع بالكوب باستعراض الخطوات أولاً ومن ثم توجيهها أثناء إرضاعها لطفلها أطلب من الأم أن تغسل يديها وفي كوب صغير قم بصب كمية الحليب الذي سيشربه الطفل بعد ذلك أطلب من الأم تغطية طفلها ووضعه في حضنها بشكل مستقيم تقريباً وأن تسند رأسه وعنقه بيدها تضع الأم الكوب برفق على شفة طفلها السفلية ثم تميل الكوب إلى أن يصل الحليب إلى الحافة العلوية ويأخذ الطفل الحليب يحتاج الصغير إلى ضبط وطيرة نفسه أثناء إرضاعه باستخدام الكوب لقد توقف الآن ها هو يرضع مجدداً ثم يتوقف لفترة قصيرة اجعل الحليب على حافة الكوب وترك الكوب يستند برفق على شفة الطفل السفلية اترك الطفل يرضع ثم لاحظ علامات اكتفائه لاحظ الآن أن الطفل يرفع يديه ويغط في النوم تقديم رأيك للأم وتشجيعها سيبني ثقتها بنفسها في إرضاع طفلها هذا مثال آخر نلاحظ من جديد وضع الكوب برفق على شفة الطفل السفلية تميل الأم الكوب ليصل الحليب إلى حافة الكوب ويبدأ الطفل بالرضاعة الإرضاع الإرضاع باستخدام الكوب يهيئ الطفل للرضاعة الطبيعية لأنه يستخدم حركة اللسان ذاتها ثم يغط الطفل في النوم مما يعني أنه قد اكتفى في مثال آخر ومرة أخرى نلاحظ أن إبقاء الحليب على حافة الكوب يعطي الطفل كمية كافية من الحليب يأخذ الطفل الحليب حسب وطيرته ومشيراً إلى أنه اكتفى يقوم بإغلاق فمه الرضاعة باستخدام الملعقة هي طريقة أخرى ضع الملعقة مقابل شفة الطفل السفلية وأميليها ليصل الحليب إلى حافة الملعقة اجعل الطفل يأخذ الحليب حسب وطيرته إنها طريقة جيدة خصوصاً في الأيام القليلة الأولى عندما يحتاج الطفل لكمية قليلة من الحليب البلداي هو كوب صغير بمقدمة مذببة طويلة يستخدم لإرضاع الأطفال في جنوب آسيا ضع حافة كوب البلداي داخل فم الطفل يبقى الحليب على الحافة يأخذ الطفل الحليب حسب وطيرته بدأ الطفل يشعر بالنعاس أغلق فمه مشيراً إلى أنه قد اكتفى أما كوب النفتي فهو يحوي حوضاً عند حافته ضعيه داخل فم الطفل تماماً عندما يمص الطفل الحليب قوم بإمالة الكوب قليلاً لإضافة الحليب إلى الحوض عندما يفرغ يرضع الطفل حسب وطيرته ثم يدير رأسه عندما يكتفي الإرضاع باستخدام الكوب يجب أن يكون مريحاً للطفل تجنب الضغط بشدة على شفة الطفل السفلية أو ادخال الكوب بشدة إلى فمه قدمي للأم إرشادات السلامة الثلاثة حذريها من عدم سكب الحليب داخل فم الطفل فقد يؤدي ذلك إلى اختناقه بدلاً من ذلك أميل الكوب لتجميع الحليب على حافته وتركيه هكذا خلال إرضاع الطفل لا ترضع الطفل وهو نائم بل قوم بإرضاعه عندما يومئ أنه جائع لا ترضع طفلاً وهو مستلقياً إطلاقاً بل أبقيه في وضع قائم تؤدي أي من هذه الممارسات الخاطئة إلى اختناق الطفل؟ قيسي كمية الحليب التي شربها الطفل على مدى الأربع وعشرين ساعة في حال عدم رضاعة الطفل الكمية المطلوبة أرضعيه بشكل أكثر أو أعطيه البقية باستخدام أنبوب التغذية وبعد إرضاع الطفل أغسل الكوب بالصابون والماء النظيف وتركيه يجف تماماً تذكري أرضعي الطفل عندما يومئ بأنه جائع ضعي الطفل بشكل قائم ضعي الكوب بحيث يكون الحليب على مستوى حافة الكوب سيومئ الطفل لك عندما يكتفي من الحليب ترجمة نانسي قنقر